بثت مواقع إلكترونية للجماعات الإسلامية رسالة صوتية لأسامة بن لادن سجلت طبعا قبل مقتله عيد القوات الأمريكية وقد تناول بن لادن في رسالته التطورات الجارية في المنطقة العربية لسيما ثورتي تونس ومصر واعتبر أنهما تشكل بداية تغيير كبير في المنطقة ودعا إلى ما اسمه بثورة الوعي التي أشار إلى أنها ترتكز إلى العودة إلى الإسلام كما دعا إلى متابعة الثورات العربية لطريقها وتأسيس مجلس لتقديم الرأي والمشورة للشعوب المسلمة للشعوب المسلمة في جميع المحاور المهمة واجب شرعي